اشتركوا في القناة برسم الجولة السادسة من دور المجموعات لدور ابطال افريقيا لكرة القدم وتصدر الويداد الرياضي عقب هذا الفوز ترتيب المجموع الاولى برصيد 13 نقطة متقدما على شبيبة القبائل بعشر نقاط وبيترو اتليتيكو بسبع نقاط وفيتا كلوب باربع نقاط هذا وفي اول تصريح لمدرب شبيبة القبائل الجزائرية ميلودا حمدي بعد عودته للجزائر على احد الاسئلة من طرف الصحافية جزائرية حول ظروف الاستقبال والمباراة في المغرب قال ميلودا حمدي ان شبيبة القبائل الحظية باستقبال محترم من طرف السلطات المغربية واضف ان الفريق القبائلية لم يجد اي مشكل منذ وصوله للمغرب هذا ويذكر ان حمدي ميلودا قد سبق وشكر السلطات المغربية على حسن الضيافة والاستقبال نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة